لو عايز تبتدي في مجال البرمجة ومش عارف تبتدي ازاي لو عايز تبقى مبارمج دوت نت محترف تقدر تعمل اي حاجة في المجال ده تابع معايا الفيديو ده عشان هعرفك بالخطوات ايه الحاجات اللي انت تعملها عشان تبقى مبارمج دوت نت محترف وكمان ايه الكورسات بالزبط اللي انت تاخدها عشان توصلك للمستوى ده السلام عليكم ازايكم عاملين ايه انا عالي شاهيم وخبرة في مجال الدوت نت من 2010 عشان تستفيد من خبراتي في مجال البرمجة ومجال البزنس والحقيقة عموما اشترك في القناة عشان ما يفوتكش اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها الحقيقة سؤال ازاي يبتدي في مجال البرمجة ده اكتر سؤال تسألي في حياتي السؤال ده بيتسألي كل يوم على كومنتات اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي مكالمات تليفون ولما بمشي في الشارع وبقابل حد من الناس اللي بيتابعوني يعني بجد سؤال ده بتسألي كتير قوي الناس عايزة تعرف ازاي تبتدي ودماغهم مشغولة قوي بازاي نبتدي صح الحقيقة انا عشان اقول لك طريقة واحدة لازاي تبتدي في مجال البرمجة يبقى انا كده بضحك عليك لان الموضوع ليه اكتر من طريقة لكن احنا بنقول طريقة مقترحة تمشي مع اغلب الناس بحيث ان احنا نسهل ونيسر للناس الموضوع ده الاول عايزين نعرف ايه هو مجالة دوت نت اللي احنا بنتكلم عليه ده اصلا مجالة دوت نت هي مجموعة لغات البرمجة ومجموعة الادوات اللي مايكروسوفت ابتقرتها واختراعتها للمبرمجين عشان يشتغلوا بيها اللغة الاساسية والمحورية اللي مايكروسوفت مقومة عليها الشغل بتاعها كله هي لغة السي شارب اللي هي تعتبر التطور الطبيعي بتاع السي بلاس بلاس فهي قريبة جدا من السي بلاس بلاس ومش بعيدة عنها واي حد عارف سي بلاس بلاس ممكن بسهولة جدا يتعلم سي شارب طبعا مايكروسوفت عملت لنا ادوات نقدر ان احنا نبرمج بيها فاكتر من بيئة يعني ممكن نبرمج برامج على الويب او على الويندوز او على الموبايل كله ده من خلال لغة السي شارب ومن خلال بيئة التطوير بتاعة مايكروسوفت واللي طبعا بيدعمها الاي دي اي العظيم اللي هو الفيشوال ستوديو والفيشوال ستوديو هو البرنامج اللي احنا بنبرمج بيه في مجالة دوت نت ده طبعا هو برنامج مشهور جدا وانا بعتبره بصراحة اجمد اي دي اي موجود في كوميونيتي البرمجة عموما يعني وبصراحة بعتبره من ضمن النقاط القوة اللي موجودة في المجال ده ايه اللي انت هتستفيده لو انت دخلت مجالة دوت نت اول حاجة هتقدر تعمل وبابليكيشن خصوصا لو انت ناوي تعمل سيستم سيستم على الوب حاجة يعني انتر برايس تشتغل في شركات او تشتغل في مؤسسات حكومية وفي الغالب المؤسسات الحكومية بيفضلوا الدوت نت تحديدا لان السيكيوريتي بتاعتها بتكون اعلى شوية من الحاجات الاوبين سورس من مايكروسوفت بتكون مقفلة الدنيا شوية فبتكون السيكيوريتي فيها اعلى فهيبقى ليك طبعا فرص انك تشتغل في اماكن حكومية تشتغل في بنوك يبقى ليها فرص ظريفة تاني حاجة تقدر تعمل ويندوز ابليكيشنز او تطبيقات سطح المكتب زي مسلا على سبيل المثال كايب او الميديا بلاير اللي موجود عندنا على الويندوز تقدر تعمل برامج محاسبية تشتغل معاك في شركات كبيرة او متوسطة او تشتغل في محلات او اي امكان تقدر تعمل موبايل ابليكيشنز بالزمر طبعا اللي هي التكنولوجي الجديدة اللي عملتها ميكروسوفت عشان تقدر تعمل موبايل ابليكيشن اندرويد وايو اس هو مجال كويس جدا وفيش شركات كتيرة جدا بتطلب المجال ده يعني المرتبات فيه معقولة ماقدرش اقولك ان هي احسن حاجة وماقدرش اقولك انها وحشة مرتبات فيه معقولة خلينا كده نمشي مع بعض واحدة واحدة في الخطة اللي انا عايز ادهالك عشان تبقى مبارمج دوت نت محترف اول حاجة الخطة ده انا اتكلمت عنها قبل كده بس بشكل عام في الفيديو بتاع مراحل تعلم البرمجة اللي انا انصحك انك تتفرج عليه قبل ما تكمل الفيديو ده لان انا هتكلم بنفس المراحل بالزبط اللي انا كنت عاملها في نفس الفيديو ده اول مرحلة معانا في المراحل بتاعة الخطة بتاعتنا هي مرحلة التأسيس لو انت كنت تتفرجت على الفيديو بتاع مرحل تعلم البرمجة. مرحلة التأسيس فيها ثلاث حاجات. اول حاجة C++ وبعدين ان انت تتعلم data structure وalgorithmus. وثلاث حاجة انك تتعلم HTML و CSS وجافا سكريبت. خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة. ليه C++? لان C++ language صعبة شوية. فلما انت بتتعلمها بتخليك مهيئ ان انت تشتغل في اي حاجة بعد كده اسهل منها. ده السبب. طب هل لو انا مش متعلم C++ يعني لو انا بدأت بالجافا او بدأت بالبيسون. دي مشكلة? لا مش مشكلة. لان زي ما قلتلك في الاول مفيش طريقة واحدة ثابتة تتعلم بها البرمجة. عادي. يعني الدنيا مش ريستريكتت قوي والموضوع مش مش قرآن يعني ان انت لازم تتعلم حاجة قبل حاجة او كده. طب ناخد ال C++ الاول ولا ناخد HTML وال CSS الاول بتتوقف على الشخص نفسه. لما بيجي لي حد مش خريك حاسباته معلومات او مش في كلية حاسباته معلومات. بقوله ابتدي بال HTML وال CSS والجافا سكريبت. ليه? لان دول بيفتحه له الدنيا وبيسهله عليه الدنيا شوية. لما بيجي لي حد حاسباته معلومات بقوله لا ابتدي C++ لان هو كده كده اصلا واخد على البروغرامي بواخد على الكلام ده. فلما يبتدي C++ ده هيصرع معاد دنيا اكتر. هناخد داتا الاول ولا C++ الاول? لا. خد C++ الاول. بعدين خد ال data structure والالجوريزميس. ليه? عشان لما تتعلم data structure والالجوريزميس. تلاقي لغة انت واخدها تعرف تطبق عليها الكلام ده. نيجي بقى للكورسات. واحد كورس C++. في كورس على يودمي اسمه C++. from beginner to expert. الكورس ده انا هسيبهولك في الكومنتات. بحيس ان انت تقدر تدخل تشتري الكورس ده. كورس هو بعشرة دولار. فانت ممكن تدخل تشتريه. لو انت عايز حاجة فيه بعض الاصدقاء. قالوا لي ان فيه قناة لمهندس اسمه محمد الدسولي. بيقوله ان شرحه كويس. انا ما شفت الشرحه. انا شفت فيديو ليه تقريبا مرة. الرجل شرحه معقول. مش وحش. بس انا مركزتش اوي في الموضوع. فانت ممكن تتطلعوا على على القناة وتشوفوها. وان شاء الله بازن الله يعني انها تفيدكم. فدول الكورسين اللي انا رشحهم لكم في تعلم C++. نيجي بقى نمسك data structure and algorithms. احسن كورس ممكن تاخده في الجزء ده هو كورس مش حمداني. مش حمداني واحد من المدربين اللي انا بعشقهم فعلا. وبرشح المدرب ده لاي حد عايز اتعلم برمجة في لغات كتير مش بس في الدوت نيت. الراجل ده عامل باكيتش كورسات في data structure والalgوريزمس بجد حاجة روعة. وشرحه سهل جدا وجميل. وكورسات رخيصة. كلها برضو نظام العشرة دولار والاثناشر دولار والكلام ده. وارجوكا بما ما تسرقوش الكورسات. وانا يعني هتكلم في الموضوع ده في فيديو لوحده. مش عايز اتكلم كتير على حتة الكورسات المجانية والكورسات المدفوعة في الفيديو ده. انا ملاقيتش كورس فري كويس اقدر ارشحه لك في الالجوريزمس والdata structure لكن اه شوف كورسة مش حمداني بازن الله يعني يفيدك ويكون حاجة كويسة لك. نيجي لتالت حاجة اللي هو الاتشي تيميل والسي اس اس والجواف اسكريبت واحسن حد هرشحه لكم في الكلام ده هو اه المدرب العظيم بصلاحة اسامة زيرو. الراجل عامل كورسات جميلة جدا وراجل تعبان فيها وعمل فيها مجهود محترم. اي نعم انا يعني مش بقول ان هي احسن كورسات في الدنيا ولا ان هي كورسات بروفشنال جدا. لكن بالنسبة للناس المبتدئين هي كويسة قوي. نصايح لك انك في المرحلة دي ما تستعجلش. ما تنطش خالص انك تروح تتعلم حاجة عايز تطلع بها شغل. اكتر مشكلة بيعملوها السنترات ان هم بينطوا مرحلة التأسيس دي اصلا ما بيجيبوهاش اصلا في السكة. بيخش لك على طول على المرحلة اللي بعدها لان هو عايز يحسسك ان هو عمل معاك حاجة. فبينسى مرحلة التأسيس دي. فبتطلعو لنا مبرمجين ضعفة جدا. فارجوك لا اخد وقتك في مرحلة التأسيس. خد فيها ثلاث واربع وخمس شهور. وحل مشاكل كتير جدا وحل اسئلة كتير. لحد ما تحس انك تشبعت وان ان انت قادر ان انت هتكمل وتخش المرحلة اللي بعدها. ثاني مرحلة عندنا هي مرحلة البناء. في مرحلة البناء بنبتدي نبني بقى اللغة اللي احنا عايزين نتعلمها فعلا. يعني الكلام اللي كنا بنبنيه من شوية ده ينفع يتعامل مع اي لغة. مش بس سي شارب والدوت نت. لو هتشتغل في اي لغة فانت لازم تعمل اللي فات. ومش لازم اوي برضو. هو في النهاية اختياري. بس لما بتعمله بيخليك انت اقوى بيخليك انت احسن. فانا بنصحك طبعا ان انت تعمله. اول حاجة هتتعلم اساسيات السي شارب او اساسيات اللوجة نفسها. وافضل انك تتعلمها على الكونسول او الشاشة السودة. ده هيساعدك اكتر انك تركز على الانجودي. وافضل كورس ممكن تاخده في في الاطار ده. في كورس مدفوع طبعا. هوجهك تاني برضو لمش حمداني. مش حمداني عامل كورس اساسيات سي شارب. وعملوا على كزا مرحلة. في كورس اساسيات بس. وفي كورس object oriented. الاتنين موجودين عنده وبصراحة يعني الجمال وشرحه بسيط وجميل وسهل. في كورسات فري في كورس بتاع شخص اسمه شالد السعداني. الراجل ده انا شفت شرحه وبيشرح بالراحة وبالهداوة وبشرح كويس جدا. وفي واحد تاني اعتقد اسمه محمد حسونة. هسيب لكم اللينكين في الديسكريبشن بحيس ان اي حد فيكو عايز يتعلم الكلام ده يقدر ان هو يتعلمه. انا عندي كورس اساسيات سي شارب بس انا بحسه يعني متقدم شوية يعني لو. وانت لسه دي اول لقطة ليك مع السي شارب. فلا خد الاول حاجة تكون مسلا خفيفة. الاول بعدين تعالع على الكورس ده لان انا شرح فيه شوية حاجات ادفانست شوية حتى لما لقتهاش عند الناس اللي انا بكلمكم عنهم دول. الكورسات كلها هتكون موجودة في الديسكريبشن. الكورس بتاعي بتاع اساسيات السي شارب هسيبلكو لينك تسجيل لان هو كورس مدفوع مش مجاني. لو انت عايز حاجة مجانة شرح سي شارب عندي على القناة بلاي لس تسمح سوفتوير انجينيريج شارح فيها شوية حاجات كده بسيطة عن السي شارب ممكن ان انت تنشي نفسك فيهم. تاني حاجة هتتعلم سيكوال سورفر. والسيكوال سورفر هي الديتابيز اللي ماكروسوفت عملتها عشان نقدر ان احنا نشتغل معها. طبعا لو انت عايز تعرف اكتر عن الديتابيز او عايز تعرف اكتر. الديتابيز دي بتتعامل ليه? فيه عندي فيديو اسمه مقدمة عن قواهد البيانات. الفيديو ده اتفرج عليه هيديك معلومات اكتر عن الديتابيز. السيكوال سورفر حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تتعلمها. وافضل كورس ارشحه لك بصراحة ان انت تتعلمه في السيكوال سورفر هو كورس عندي على القناة وبلاي لست موجودة فيها تامن فيديوهات كورس حوالي مسلا اتناشر ساعة بس كورس عالقة. يعني هتاخد كورس فعلا بجد هيفيدك ويعلمك حقيقي. وكل الناس اللي خدوا الكورس دا معي عارفوا قد ايه هو مفيد. والكورس دا انا بنزله مجانا فري وده من كورساتي القيمة اللي انا فعلا بحترمها جدا. فان شاء الله بازن الله يقدر ان هو يفيدك. تالت حاجة هنبتدي نسخن كده مع بعض. هناخد تكنولوجيا اسمها دي بنعمل بيها بس مش عايزك تطول في التكنولوجيا دي. عايزك تعديها بسرعة. في كورس موجود على ايوديمي. هتلاقي اسمه اه ويندوز بريزنتيشن فونديشن ماستر كلاس. هتلاقيه برضو في ان شاء الله. بعد ما تعد الكورس ده تبتلي تخش على طول على ال ودي التكنولوجيا اللي احنا بنعمل بيها مواقع وبنعمل بيها على الويب من خلال التكنولوجيا دي بجد جميلة جدا وقوية ومطلوبة كتير في السوق. هتلاقوا الكورس اللي موجود بتاعها في كورس بتاع موش حمداني برضو. انا الرجل ده يا جماعة بحبه جدا بصراحة. يعني الرجل والله مش دفع الفلوس. ولا عامل لي اي حاجة بس انا تعلمت منه كتير واستفدت منه كتير قوي. فعشان كده برشح لكم كورساته. الكورس بتاعها برضو جميل وسهل وحلو قوي. بعد ما تتعلم اسبي دوت نت. عايزك بقى تعمل حاجة. عايزك تعمل مشروع بالاسبي دوت نت. مع طبعا الجابا سكريبت والحتمل والحاجات اللي احنا تعلمناها قبل كده. تعمل لي موقع شبه سوق دوت كوم. مش لازم بحجم سوق دوت كوم كله. المهم ان انت تعمل لي ستور وتعمل لي ايتمز. والايتم ده ممكن ان انا احطه في الكارت وممكن ان انا اشتريه. يعني اعمل لي كده اطار عام كده لمشروع زي سوق دوت كوم. انا دايما بنصح الناس اللي انا بديهم الكورس بتاع الاسبي دوت نت ده. بنصحهم بالحاجة دي. ان واحنا بنخلص بنعمل ستور صغير عشان نتأكد ان احنا خلاص اتعلمنا والدنيا بتاعتنا بقت زي الفل. خلصنا كده المرحلة دي. يلا بنعمل المرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها بقى هي مرحلة الاحتراف. ان انت خلاص اتعلمت كل اللي فات وعملت مشروع وبقيت مشغل ايدك في الويب والدنيا معك كويسة. هيبقى قدامك بقى كزا طريق. يا اما تخش طريق تتعلم زمري. يا اما تخش طريق الويب بتكمل بقى في الويب اكتر فتتعلم شير بوينت. يا اما تكمل في النتر تعلم ready made application وتبقى انت راجل بس بتكاستومايز. بس بصراحة انا انصحك ان انت ready made application تخشه بعد سنتين تلاتة من شغلك في الدوت نت. ده هيديلك افضلية لما تكون انت داخل في ready made application. انا بصراحة انا شخصيا اخترت الزامرين. وعلى فكرة انا في فيديو عامله عندي برضو مقدمة عن الزامرين ومقدمة عن التراك كله. برضو ممكن تتفرج عليه وتعرف برضو عن تكنولوجي الزامرين اكتر هي بتعمل اندرويد وايو اس application. وانا طبعا اكتر كورس ممكن ارشحولك في الزامر ده هو كورس بتاعي انا. كورس الزامرينفورمز اللي انا عامله. اللهم لك الحمد. انا بشوفه بصراحة من افضل الكورسات اللي موجودة. انا شفت الكورسات كتير في الموضوع ده. فانا برشحولك بقوة وهسيب لك لينك التسجيل برضو تحت. لو انت حابب ان انت تشترك فيه. الكورسات بقى لفترة كنت كورساتي كلها اونلاين. وبدي بس تدريب للشركات. بس ان شاء الله الفترة اللي جاي هرجع تاني ادي كورسات. فهسيب لكم لينكات الكورسات بتاعتي اللي عايز اسجل فيها. بحس ان احنا نبتدي نعمل مجموعات ونشتغل ان شاء الله. الشير بوينت الحقيقة وهو والready made application زي الاكسبتة او الحاجات لزي كده. مفيش كورسات واضحة شفتها فمش هقدر رشح لك حاجة انا مش مش عارفها. بعد ما تخلص مرحلة الاحتراف وتكون اخترت انت حاجة من الثلاثة دول. انت كده على الطريق الصحيح وانت كده قادر ان انت تكسب مكاسب محترمة جدا من المجال ده. بعد كده طبعا المرحلة بعدها مرحلة الادارة لما انت تجبر بقى وتعدي كل الكلام ده كله. تقدر ان انت بقى تاخد كورسات اجايل وتاخد كورس او حاجة زي كده. انا اخدت كورس بي ام بي في سنتر اسمه اا كامبيوس. السنتر ده بصراحة كان ادى الكورسة بطريقة جميلة جدا. وفيه كورسات موجودة كتير على اليوتيوب شرح لو انت عايز تبتدي حتى فيها من الاول مفيش اي مشكلة خالص. ده هيساعدك كتير قوي. خد كورسات تنمي بيها مهارات نفسك. كل ده كنت بكلمك عن التكنيكال. فيه كورسات بقى بتعلمك ازاي تتعامل مع الحياة. بتعلمك ازاي تتعامل مع نفسك. ازاي تكتشف مواهبك. بتعلمك ازاي تنظم شغلك. بتعلمك ازاي تنظم نفسك. ازاي تنظم وقتك. يعني فيه كورسات بتديلك مهارات. المهارات دي بتديلك افضلية في سوق العمل. فدور على الكورسات دي واخدها. يعني هرشح لكم شوية كورسات في الاطار ده. بس ده هحاول اعملها فيديو تاني عشان اتكلم عن الموضوع بالتفصيل. بما انك لسه فاتح الفيديو لحد دلوقتي امن حقك انك تاخد هدية. انا عايز ادي كورس اساسيات السي شرب بتاعي هدية لعشر اشخاص من الناس اللي بيتابعوني على اليوتيوب اصدقائي وحبيبي والناس اللي اتفرجت على الفيديو ده. وعشان تبقى واحد من العشرة دول فانت هتعمل قادي. اول حاجة هتعمل لايك للفيديو وتكتب لي كومنت باسمك. وبعدين تسجل باسمك في اللينك بتاع كورس اساسيات السي شرب اللي انا سايبه في الديسكريبشن. تالت حاجة هتعمل شير للفيديو ده على خمس جروبات مختلفة وتبعتلي سكرين شوت للحاجات اللي انت عملت لها شير على البيج بتاعت الفيسبوك بتاعتي. وبعدين انا هبص على الشيرينج اللي حصل واكتر حد عمل شيرينج باخلاص فعلا واكتر ناس عملت التاسك دي بشكل كويس جدا هياخدوا الكورس بشكل مجاني. وهعمل لهم جروب كمان عشان اتابعهم في ان هما ازاي يخلصوا الكورس ده. هياخدوا الكورس طبعا اونلاين. انا الكورس عندي موجود كفيديوهات. هياخدوها هيذكروها وانا هتابع معهم لحد اما يخلصوا. الكورس ان شاء الله على خير وتبقى الدنيا معهم زي الفل. ما تنسوش على فكرة ان شاء الله قريب في المحاضرة بتاعت صناعة السوفتوير. المحاضرة دي انا ساب كل التفاصيل بتاعتها في بوست على التاب بتاع الكميونيتي عندي على الشانيل. وموجودة على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. وتقدروا تتابعوا الصفحة بتاعتي وتشوفوا كل الاخبار الجديدة لان مش كل حاجة بنعرف نقولها في الفيديوهات. وبما ان برضو مش كل حاجة بنعرف نقولها في الفيديوهات فهنبتدي الفترة الجاي نعمل محاضرات عشان نقابلكم ونشوفكم ونتعامل معاكم بشكل افضل. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وياريت لو عندكم اي اقتراحات للفيديو اللي جاي ممكن يبقى ايه? ان شاء الله بازن الله نعملها مع بعض. سلام عليكم.